في درسنا اليوم نتحدث معكم أبناء الطلاب عن الشق الآخر من موضوع القصر والإيجاز وهو الإيجاز حيث تحدثنا في الدرس السابق من الوحدة السادسة عن القصر وبلاغة القصر وطرقه الآن نتحدث في هذا الدرس عن موضوع الإيجاز وبه نختتم حصة علم المعاني في هذا المقرر وبإذن الله نكون قد أتينا على عمومه وقد لخصنا أبرز معالمه فالإيجاز لغة هو التقصير الإيجاز هو التقصير الإيجاز التقصير لكن في الإصطلاح هو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل تأتي بلفظ بسيط ولكنه يعبر عن معاني جمة كما في معظم الأحاديث النبوية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فهذا لفظ بسيط ولكن معانيه جمة وكثيرة وهو أيضا التعبير عن المقصود بلفظ أقل من المتعارف وهو واف بالمراد لعدة فوائد والشاعر يقول في هذا الباب يعني يمكن أن نفهم منه معنى التقصير والعيش خير في ظلال النوكي ممن عاش كدّ أي هذا البيت الشعري هو ألفاظه قليلة ولكن يمكن أن نشرحه في جمل طويلة ويأتي الإيجاز على ضربين إما إيجاز بالحذف وإما إيجاز بالقصر إما أن نحذف عبارات أو كلمات طويلة من الجملة أو أن نقوم بقصرها أي بالتقصير منها فإيجاز الحذف على ثلاثة أضرب حذف مفردة واحدة أو حذف جملة أو حذف جمل ومن صور هذا الحذف حذف المسند إليه ويمكن أن يحذف المسند ويمكن أن يحذف المفعول به ويمكن أن يحذف المضاف ويمكن أن تقرأوا معي قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج وما أجوج فهنا حذف الفاعل يعني من باب تعظيم الفاعل الذي سيقوم بفتح أجوج وما أجوج أيضا يحذف المضاف إليه كما في قوله تعالى الله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك لكن هنا حذف لأن الكلام في الآية يدل على المحذوف فحقق القصر أو الإجاز بلاغته أيضا يمكن أن يحذف الموصوف وعندهم قاصرات الطرفي وعندهم قاصرات الطرفي أتراب وعندهم نساء قاصرات الطرفي أو حور قاصرات الطرفي فحذف الموصوف لتحقيق بلاغة الإجاز كذلك يمكن أن تحذف الصفة ويمكن أن يحذف القسم لأخرجنّا أي والله لأخرجنّا فعبر التعبير باللام والتوكيد عن المقسم به وهو الله وهنا اعتدنا في كثير من التعابير اللغوية أن يحذف المقسم به لدلالة العبارة عليه وهذا أيضا يحقق بلاغة الإجاز أما إجاز القصر فهو ما تزيد فيه المعاني على الألفاظ الدالة عليها بلا حذف فقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذه العبارات أو في الآية الكريمة لا حذف فيها ولكن فيها اختصار عن التطويل فأدى الاختصار والقصر بلاغته وفي قوله تعالى والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس أيضا لا يوجد هنا حذف ولكن هناك قصر واختصار وضغط لكثير من المعاني التي تختزلها هذه الآية وكذلك في آية بليغة لخص بها الله حقيقة الحياة وكيفية استمرارها ولكم في القصاص حياة هذه عبارة مكونا من أربع كلمات ولكن معناها يحتاج إلى مزيد من التوضيح وعبارات وجمل وربما مؤلفات لفهم وتحليل معنى هذه الآية الكريمة أبناء الطلاب أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم تفاصيل متنوعة من أبواب علم المعاني ومن قضاياها المتنوعة وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر